صلوا 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 على رسول الله في الآوينة الأخيرة زاد عدد رواد موقع تويتش سعيا للاستمتاع بوقتهم عن طريق البث المباشر والذي يستمر لساعات ولكن أحيانا ينسون أنهم في البث المباشر سنرى في هذا الفيديو أكثر المواقف المحرجة التي حدثت في البث المباشر والتي لا يمكن نسيانها لكن قبل المشاهدة ادعمونا بإعجاب لاستمرارية هذه النوعية من الفيديوهات أولا نبدأ مع أكثر بث غريب أحيانا يقوم المستخدمون بأي شيء لزيادة عدد المتابعين فمثلا هناك من مسحت وجهها بالزبادي وآخر يفرغ زجاجة كاملة من الحليب في فمه ثانيا هذا البث أحدث ضجة كبيرة هذه الشابة حاولت أثناء البث التخلص من العرق ورائحته باستخدام منديل مبلل ونسية الكاميرا ثالثا هذه الفتاة الجميلة قررت أن تخرج في بث مباشر مع متابعيها قامت بتشغيل الكاميرا وقد بدأ البث تلقائيا ولم تنتبه لذلك إلا بعد مرور فترة من الوقت رابعا عندما يستمر البث لوقت طويل تبدأ بالتصرف وكأنك تجلس في غرفتك ولا أحد يراك لا أعرف هل يبدو الأمر طبيعيا بالنسبة لكم أم لا لكن أعتقد أنه غريب خامسا لأن هذا الشاب معتاد على فتح البث المباشر باستمرار ويستمر لساعات طويلة ففي هذه المرة نسي أن يغلق البث ونام وظل هكذا ولم يقذه أحد لمدة نصف ساعة كاملة هذا الشاب محظوظ لم يستمر الأمر طويلا واستيقظ ولاحظ أنه نسي أن يغلقه ثم قام بإغلاقه سادسا هذه الفتاة أثناء البث المباشر مع متابعيها شربت الكثير من الكحول حتى فقدت وعيها وسقطت من على الكرسي مما أصاب متابعيها بالقلق سابعا الآن مع مستخدمة لم تلاحظ أنها بدأت في البث وكانت تستعد وبالطبع أنتم تعرفون أن الفتيات يأخذن وقتا طويلا في الاستعداد ولاحظ المتابعون هذا الأمر وتدولوه بينهم فبعض الفتيات تستعد بشكل غريب وصلنا لنهاية الفيديو ما هو أكثر موقف ساخر بالنسبة لكم؟ شاركونا رأيكم في التعليقات ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ادعمونا بإعجاب لاستمرارية هذه النوعية من الفيديوهات ترجمة نانسي قنقر